موسيقى عزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد أسبوعيا من القاهرة في هذه الحلقة نحاول إجابة عن تساؤلاتنا ونكشف فيها المصطور عن جماعة الإخوان المسلمين لماذا أنشأت ومن أنشأها ومن له المصلحة العليا في استمرارها حتى الآن في مصر في 2011 كانت نقطة حاسمة كاشفة في تاريخ تلك الجماعة التي استطاعت بعد خداع المصريين الوصول للحكم حتى تمت الإطاحة بها في ثورة شعبية عارمة لتتجرع مصر بعدها مرارات الإرهاب التي هددتها بها الجماعة الإرهابية لتدفع ثمنا باهزا من دماء خيرة أبنائها معنا ومعكم سعادة اللواء دكتور فؤاد علام مساعد وزير الداخلية الأسبق لشؤون الأمن الوطني أهلا سعادة اللواء أهلا بيكي ومعنا أيضا الدكتور طارق أبو السعد الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية أهلا بحضرتك سعادة اللواء دعنا نبدأ مع حضرتك وأنت يعني عايشت فترة طويلة جدا من عمر الجماعة بما فيها سيد قطب يعني تقييمك السريع لتلك الجماعة لا الجماعة دي أصل يعني أنت طرحت سؤال يهمني أن أنا أقوله أولا إنت طلعت وليه طلعت ليه أنشأت هي كان فيه جماعات تبشير بعد الحرب العالمية الأولى انتشرت في مصر بصورة كبيرة جدا تبشير مسيح وتبشير يهود وكان فيه راجل اسمه الشيخ أحمد السكري كان راجل دين أصلا وكان عايش فيه بلدة المحمودية واقتنى هو مجموعة من زملائه أنهم يواجههم عمليات التبشير بالكامل علشان يقوموا بالدوردة بصفة رسمية اضطرهم أنهم يعملوا جمعية خيرية سجلوها باسم جماعة الإخوان المسلمين أحد زملائه اللي هو سيد عسكرية كان عنده كتاب في هذه البلدة بلدة المحمودية وكان أحد الطلاب في هذا الكتاب حسم البلد في يوم عسكرية عرض على أحمد السكري اللي فيه طفل عنده هو موليد 14 سنة 26 كان عنده حوالي 6 سنين قال له ده حافظ جزء كبير من القرآن ويعني طالق اللسان وممكن لو استعنى به في التحركات والاجتماعات اللي بيعملوها والمواجهة معها بتوع تبشيء المهم أوتي بهذا الطفل يعاون المجموعة دي في مواجهة المبشرين حسن البن في هذا الوقت لأنه كان يعني متربي في الطريقة الحصفية وأبوه كان مأزون القرية وكان سعاتي بالمناسبة دي كانوا عشان كده سموها عبدالرحمن سعاتي المهم خد صيط إنه شاب طلق اللسان عشان تعرفي بقى حسن البن وهو في هذا الطفل الصغير السن بتاعه عمل مجموعة من الولاد الصغيرين اللي في القرية دي طلعهم قاموا بعمليات إجرامية عمليات عنف ضد الإخوة المسيحيين على وجه التحديد منذ طفولة هم إجرامي وضد أي أتنين ولد وبن ماشيين بعض لا يثبتهم إنه هم إخوات أولاد عم أو من ابتاء يضربوهم ووصل بيهم التفكير الإجرامي إنهم حرقوا كنيسة بتاعة واحد مسيحي في هذا الوقت فده سبب إنشاء الإخوان المسلمين مواجهة عمليات التبشير اللي اتطورت بعد كده لما حسن البن بالزبط كده بالزبط كده وبعد كده اللي هو الغريب بقى لما بدأت تبقى إخوان بعد ما راح لإسماعيلية وعمل فرع في الإسماعيلية ومصد وعمل يعني جاب مدريات كثيرة من الجمهورية وكان التمويل البريطاني في الوقت ده سعى تلاهو مراضة عليك بأنه خبرات البريطانية والفرنسية كانوا دعمين له يعني لم تكن إنجلترا اللي كانت بتحكم مصر في هذا الوقت يعني كان حكم دار العاصمة هنا إنجليزي روسل باشر يعني كانت ما كانوش يسمحهم لأي حركة سياسية إنها تتحرك بسهولة اللي كان موجود مصر الفتاة وكثيرا ما كانوا يوقعوا بابين مصر الفتاة والأحزاب الأخرى والملك أيضا في نفس الوقت إنما دول كانوا مدينهم براح جدا إنهم يتحركوا ويعملوا ويسووا ويسجلوا شعب كثيرة في كثيرا الأمر اللي يسير فكرة إنه المخابرات البريطانية كانت راعية لإخوان المسلمين منذ نشأتها ليه كانت راعية ليهم اختلفت الأقوال إنما القول الراجح اللي أما شخصية مقتنع به إنهم كانوا بيستخدموهم إنهم يقفوا قدام الملك لما الملك كان يعاصلج في أي شيء البريطانيين عاوزين يعني أين كانت المبررات لن تكون غير على الإسلام فأنشأوا جميع الإسلام لا هي كان موجهة عمليات التبشير في البداية لما حسن بنى تولى المسئولية وبقى أول مرشد للجماعة وبعد فطرة قليئة في البداية كانت دعوة دينية تقريبا خالصة وإن كانت من ناحية الفقهية والعقائدية وأكيد الدكتور حيقدر يساعد فيدي يعني لم يكن لهم أهداف أخطر من الأهداف اللي طرحت دلوقتي أنهم عاوزين السلطة وبأي وسيلة والعنف هو الوسيلة يعني المقنعة جدا بالنسبة لهم أنهم يستولوا على السلطة بشكل أفضاء دكتور طارق يعني ربما ساعة اللواء يعني كان يعايشهم من خلال التحقيقات وما إلى غير ذلك ولكن أنت عايشتهم من الداخل وظلت معهم فترة حتى انشققت على تلك الجامعة في البداية لماذا انشققت عنهم قبل أن نعرف لماذا دخلت معهم يعني أنا أتحفظ بص على الانشقاق أنا سميها عضوية سابقة المنشقة عن شيء يعني خرج بمجموعة بنفس الفكر فبقى في مكان آخر خرجت عليهم أنا يعني راجعت أفكار الإخوان بعد 25 يناير الأفكار اللي احنا يعني تربنا عليها واللي احنا يعني كانت جزء من تكوننا العقلي والنفسي والوجداني اكتشفت أن هي لا تقيم لا دولة ولا تقيم دين وأنها هي حركة حتستهلك طاقة المجتمع وطاقة أفراد الجماعة نفسهم وبالتالي ربما يعني تسبب أضرار شديدة جدا في البداية التركي ما بيجيش مرة واحدة ما فيش حد بي زي ما الإخوان محدش بدخل الإخوان مرة واحدة لازم بدخل بالتدريج فكان الخروج أيضا بالتدريج لحد ما كانت نقطة فاصلة يعني حصل فيها مفصلة ما بين أمم الجماعة واصدروا قرار باستبعادي وخرجت وأنا أعلنت أن هذه الأفكار لابد أن تراجع وأفكار حصل بنا تحديدا وليست كل الأفكار فقط يعني هناك خديعة نقع فيها أحيانا أن من يتحدث عن الإخوان يتحدث عن سيد قد باعتبار أنها هو النموذج الأبرز في عمليات العنف أو التنظير للعنف والتكفير لكن الحقيقة هي أفكار حسن البنة هي الأساس الأفكار الرئيسية التي زرعها حسن البنة بين الناس تؤدي لو مدينا الخط على استقامته في مقالات الفكرة في نهايتها الاقتتال داخلي طب حاجاتك انضمت ليوم وكان عندك كم سنة؟ صغير شبل وخرجت بعد كم سنة؟ يعني خرجت عندي 40 سنة أو 45 سنة يعني تقريبا 20 أو 30 سنة كنت معهم؟ طب فترة من فترات النطج يا دكتور طارق كنت معهم ألم تلحظ أنهم لا يريدون دولة ولا يعترفون بالدولة ويرونها حفنة من تراب عفن وما إلى غير ذلك؟ شوف حضرتك الطفل الصغير لما بينضم للإخوان ما بينضم مش عشان الأفكار الرئيسية دي وبينضم عاطفيا بجزء منه عاطفي بل الشباب كمان لما بينضم للإخوان ما بينضمش لأنه هو اقتنع أن هناك فكرة ويجب أن تطبق وأن أفضل طريق لها والإخوان المسلمين حتى الإخوان المسلمين لما بيمرسوا دعوة فردية ما بيمرسوش دعوة بيمرسوا تجنيد فبالتالي عمليات التجنيد وعمليات الانضمام هي عمليات تخضع في الأول وفي الآخر إلى تغيير الوجدان والعاطفة ثم في النهاية تغيير الفكر والسلوك فيه أنا كنت أسأل حركة عن طريقة التجنيد فأنت بتتكلم عنها دلوقتي بس أنا عايزة أعرف طريقة الصيام الفريسة هقولك أحنا يعني علي أنا كنموزة طفل صغير بأي أب وأم مصريين طبيعيين بيربي أولادهم على أنه يجب يروح المسجد في المسجد بيكون هناك من ينظر ويتفحص الأطفال الصغيرين فاجد المداوم أكثر لأن أول عنصر هم بيختاروه لازم يكون خالي الزهن يعني خالي الزهن يعني ما عندهوش حاجة ما عارفش حاجة قبل كده ويفضل صغير السن واللي يكون أقاربه بعيدة عن العمل الأمني أو في الأحزاب يعني ما هوش في الحزب الوطني ولا في الحزب الواف ولا والده ظابط شرطة أو ظابط جيش عشان يعني هي حيب فيه مشاكل فبيجيبوا النوعيات اللي هي البسيطة دي المتوسطة وبطبيعة الحال هو بيداوم على الصلاة في المسجد يعني والده والدته بأمره يروح يصلي فبالتالي ده عنصر بالنسبة لهم جيد جدا يبدأ بيعمل معه الدعوة الفردية اللي هي التجنيد أو الخطوة بيقترب إليه هو بينباهر بطبيعة الحال الطفل الصغير ده أساتذة كبار بتهتمي بيه ويبدأ يدخل القفص يدخل التنظيم يبدأ تربى طبعا الأساتذة صغيرين دول مش في التنظيم قوي لكنه بيبقى عاطفيا معهم مهما بعد أو مهما استقر معهم بيفضل قدام نفسه هو بيحب أساتذة دول بعد شوية بيقولوا إحنا هناخد خطوة تانية بيكون كبر في السن بقى عنده 12 سنة 13 سنة بياخد خطوة زيادة بيلتزم أكتر بيحافظ أكتر الأسر ما تباشأ الآن لأنه واضح أنه كان بيصلي مثلا في المسجد مرتين لأ بقت الخاءة مسفرود بقى بيقرأ قرآن تلاوته تحسنت حفظه للأحاديث تحسن لأنه بتعمله عشان أساتذتك السم في العسل ففي نهاية الأسرة مش واخدة بالها خالص لكنه وهو بيعمل تغيير الوجداني بيعمل حاجة أخطر وده اللي احنا لازم ننبه الناس لي أنه بيغير كمان أفكارك فبقت الفكرة أن الأسرة الطبيعية أنت ممكن تسمع كلام الأسرة التنظيمية بالمناسبة الخالية التنظيمية في الإخوان اسمها أسرة فبيجد لك أخوة بديلة غير لك العطفة غير لك البيئة الاجتماعية بقى عندك أقران تانيين خالص مختلفين تماما عن أقرانك الطبيعيين اللي فيه بينك ومنهم مشاكل دول طيبين برضو زيك فبيتب أنت صديق ليهم هم أصدقائك بنتكاتف بنتعهد بنقرأ قرآن بنحفظ فغير لك البيئة الاجتماعية مع البيئة الاجتماعية غير الأفكار فبقى انتمائك لأية أسرة لأبوك وأمك اللي هيتخانق معاك وأصدقائك وولاد عمك اللي مش أنتش طيقين بعض ولا المجموعة الهادئة المطمئنة الآمنة إلى أن يحين الوقت ويحدث مفاصلة بينك وبين الأسرة أنا إخوان مسلمين بأفكار الإخوان مسلمين ما يطلبوا الإخوان مسلمين أو نفذوا ولا على رأبتي ولا على عربة الأسرة ولا على احتياجات الأسرة انتماء تام انتماء مش للدين حصل غسيل مخ يعني بشكل نهائي إذا قلنا قلنا ده غسيل مخ هو أكتر من غسيل المخ غسيل المخ بغير فكرة أنا بغير وجدان طيب ساعات اللي هو هل تنبهتم لمسألة التجنيد دي مبكراً أم بعد وقت طويب؟ لا تنبهنا هو باختصار شديد يعني أحد العوامل المهمة بعد الشرح الدقيق اللي قاله دكتور طارق استغلال الفراغ الديني والسياسي والفكري لدى أبنائنا حتى من صن الطفولة ده كانت السبب الرئيسي طفل ما عندهوش حتى الشاب اللي عندنا مع أن احنا من الشعوب اللي عندها العاطفة الدينية متأججة جداً بطبيعتنا حتى اللي ما بيقمش الصلاة أو مش ملتزم قوي إنما يعني تلاقي جوه إحساس بأنه الدين هو اللي يمكن أن ينقذه من كل اللي موجود وللأسف النظام التعليمي اللي عندنا كان فيه فراغ جامد جداً النظام السياسي اللي كان موجود فيه فراغ سياسي جداً تهميش الشباب بالذات اللي ما كانش لهم أي وجود في الدولة على مدى عشرات السنين الطويلة هو كان بيملأ هذا الفراغ حتى الأسرة يعني دائما الأسرة تعامل أطفالها حتى يصل إلى درجة رجل يعني على إنه طفلي لا قيمة له بالضبط بالضبط استغلال الفراغ الدين والسياسي مكن الجماعة من إن هي تجند عشرات ومئات ووصلت في وقت من الأوقات إلى آلاف من هؤلاء الشباب وبالتالي النقطة المهمة اللي ما استكملهاش فكرة حسن البنة فكرة حسن البنة مو زي ما الناس فهمة إنه هو كان بعيد عن العنف لا ده هو مؤسس للمسالين حضرك آه أشارت ليه في البداية بالضبط كده عندك رسالة الأحزاب بتؤكد أنه كان مقتنعا بفكر التكفير زيه 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 لأنه في رسالة الأحزاب بيقول بوضوح إن الأحزاب ده يعني بتؤدي إلى الكفر لأنها أصلا بتفتت الإسلام والمسلمين وبتحذبهم ويقعوا في بعضهم وده بالنسبة للدين الإسلامي عمل من أعمال الكفر وده واضحة جدا فيه إنما اللي بقى نجيب في العم كان سيد قطب لأنه اتحاكم والفكر بتاعه بقى فكر التكفير منتشر وبينسب إليه ولأن حسن البنة لما محمود الصباخ قعد أفضل أعضاء لهذه الجماعة قال فكرة التكفير هو قال له ده مش وقته إحنا الأول نعمل القاعدة الإخوانية الإسلامية وبعدين نبقى نطرح مثل هذا الفكر يعني لم يكن يرفض فكر التكفير إنما كان بيؤجله إلى أن يتمكن من عمل قاعدة عريدة تؤمن بفكر الإخوان يقدر في هذا الوقت يعمل فكر التكفير طب معليش ساعة اللواء يعني أنت تحدثت عن الكثير من المعلومات الدقيقة التي تخص جماعة الإخوان التي صنفتها مصر بعد ذلك بالجماعة الإرهابية هل تعتقد أن التعامل الأمن منذ البداية مع هذه الجماعة كان تعاملا خاطئا؟ لا مش خاطئ إنما الأمن كان بيقوم بدوره إلى أن تنبأ إلى أن المواجهة مع مثل هذه الجماعات التي تمت بالتأسيس على الفكر التي يتبني من جواه فكان لابد من المعالجة إلى جانب المعالجة الأمنية كان لازم يبقى فيه مواجهة فكرية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية واجتماعية إنما الأمن كان قيم بدوره كما يجد لما تعملت أبحاث علمية وأثبتت أن المواجهة لازم تكون على المحاور الستة اللي أنا قلتها دلوقتي فعلا بعد 81 الأمن بأمن بهذا الدور رغم أن كان مفروض أنه ناس تانيين ووزارات ومؤسسات أخرى تقن بها إنما ما بحث أمن الدولة في هذا الوقت هي اللي خدت على عاتقة إنها تعمل المواجهة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإعلامية والدينية ولما تمت المواجهة بهذه الصورة أصمرت فعلا في تراجع الفكر الإخواني وفكر الجماعات إلى أن تقريبا توقف بالكامل من سنة 97 دكتور طارق هل تتفق مع هذا الرأي القائل الفكري واجهها حتى لو كان هناك سلاح وحتى لو كان هناك دماء ينبغي المحاورة بالفكر ربما ساعة الوقت يتحدث ربما عن حقبة تغير بعدها الإخوان اللي يصيروا ليس مجرد فكرة عقائدي من الممكن أن تراجعهم فيه هي الإخوان فكرة وتنظيم ولا فكرة فقط فكرة وتنظيم التنظيم يواجه بالقانون بالقانون وبقوة الأمن والفكرة تواجه بالفكرة ما يخص الشق الأمني والشق القانوني يجب أن يكون واضح وصريح وإجراءاته صحيحة وسليمة علشان نواجه للشق التنظيمي اللي هو مخالف للقانون أما الفكرة ففيها شقين فيها ناس مؤمنة بي وفيه ناس ربما تكون حتؤمن بيه بعدين اللي هو المجتمع اللي هم أولادنا اللي طالعين جداد لسة ده لازم تعمل لهم الأول وقاية وممنعة لهذا الفكر فيكون عنده ردود لما سيقدمه له الإخوان أما ما أصيبه بفكر الإخوان اللي هم أعضاء التنظيم نفسهم فده على مراحل متتالية ما يصلح منهم وما يقبل منهم الحوار يتم التحاور معه في الإطار القانوني اللي ممكن تقنونه الدول وأنا أرى مرحلة تالية المرحلة الأهم هي الوقاية داخل المجتمع أنت لو عندك وباء بتعملوا وقاية للأصحاء الأول علشان المرض ما ينتشرش فيهم نعمل وقاية أما العلاج للمصابين فيجي في المرحلة التانية أو في اهتمام الدولة التانية وبرضو بتدرجات الأكثر خطورة إلى الأقل المسألة زي ما حرق أشارت يا دكتور طارق بيتم غسيل مخ الولاد لدرجة أنك ممكن تكفر يعني هم يكفرون الأزهر الشريف هم يكفرون رجال الدين فلن يستمعوا لهم فإذا تكون الحوار معهم حوار عبسي هو الحقيقة لا هو مش حوار عبسي بس هم على فكرة تكفير غير مصرح به يعني أفعال المكفرين لكنه لا ينطقوا بالكفر ودي نقطة مهمة جدا لأنه يقولك لا احنا ما نكفرش أحد احنا عندنا كلام صريحي لا مش ممكن ده مسلم وإحنا ما نكلمت فيه لكنك استحلت دمه استحلت دمه على أي أساس على أساس كذا وكذا وكذا فيعني ده لازم يواجه ويواجه ويواجه لو قلت زي ما قلت لحضرك الأعمال القانونية والخروج عن القانون يجي ويواجه بالقانون أما الفكر فأنا عندي شقين أكد عليهم تاني المجتمع أولا ثم أعضاء التنظيم ثانيا أعضاء التنظيم يتم المواجهة معهم فكريا بأكتر من طريقة ومش طريقة واحدة لكن نسبة نجاح ده زي ما حضرك بتخوفها مش كبيرة لأنه في البداية هو يعني هعقول مثال بسيط بس يعني لو احنا حطينا كوباية مقلوبة وحطينا تحت حنافية عشان تتملي مش هتتملي لازم تتعدل لأنه هو نفس الكلام دماغ الأفراد التنظيم مقلوبة نظرا للأفكار اللي تحطت في دماغهم دي في قلب دماغهم مش بيسمع لحد مش بيشوف حد مش هيسمع لنا أبدا مهما كلمته لأنه يرى أن ما كان فيه فيه تنظيم وجد فيه العاطفة وجد فيه الحب وجد فيه الرعاية وجد فيه فآمن بأفكاري أفكار الخروج على المجتمع خروج عن القانون البحث عن الدولة ودي الأخطر ما في الموضوع في أفكار حسن البنة أنه صنع لهم دولة توباوية دولة حالمة دولة كل فيها خير فقط عندما يصل المسلمين اللي هم الإخوان المسلمين إلى الحكم وحنصنع دولة الكل يشعر فيها بالعادل مين في الدنيا دي ما يتمناش أن يكون عادلا مين في الدنيا دي ما يتمناش أن يعيش في مدينة لا يشعر فيها بظلم ولا أحد يظلم ولا أحد يعتدي عليه وهي الحياة مش كده فبيدي له وهم بدولة ستقام وإداله وهم أن هذه الدولة أقيمت بالفعل يعني يوهموا أن دولة الصحابة مثلا كانت هكذا في حين أن دولة الصحابة فيها يعني لو هم عاشوا أيام الصحابة بالفعل والصحابة مقدرين ومبجلين لكن أيضا كان فيها صراعات وفيها خلافات وفيها أغنياء وفيها فقراء وفيها مشاكل يعني ليست هناك رؤية حالمة ساعة لواء يعني أنت ربما كنت من أقرب المعاصرين لهؤلاء عن طريق وجودك في أمن الدولة هل كنت بتعتقد أن من سنة لسنة بيغيروا أفكارهم بيغيروا وجهة نظرهم للأسوأ أو للأفضل؟ الفكرة الأساسية اللي زراها حسن البنة اللي بيقولها الدكتور هدفها بالدرجة الأولى لاستهلاء على الحكم من خلال نشر الفكرة وإقناع الشباب بيها ثم ضموهم للتنظيم علشان لو قدروا أنهم يعملوا انقلاب ويستولوا على الحكم يستولوا على الحكم ويفرد هذا وبالتالي فكرة حسن البنة بالدرجة الأولى هو أساس كل أفكار التكفير واستخدام العنف من أول ما بدأ وهو بيقوم بهزم الدكتور كان بيشير معلش يا ساعة الواقع أنهما بيدخلوا بمنشأ عاطفي ومنشأ بعد كده خلاص بدأت الأمور تبقى بيزنس وفلوس في بيزنس جزء كبير جدا منها موجود إنما يعني اللي أنا عاوز أقوله إنه الفكر لا يواجه إلا بالفكر الإقناع ضرورة بغير الإقناع هنوصل إزاي يعني الرسول عليه الصلاة والسلام نفر الإسلام إزاي بالحوار وبالإقناع ثم بالسيف بعد ذلك لما بيعتد عليه لما بيواجه بإسلم وبيبطر أنه هو يدافع عن الإسلام ويعني الجهاد اللي هو بيستغل كلفز إنه يبرر عمليات العنف لا الجهاد دفاعا عن من يعتدي على الإسلام وعلى المسلمين يعني ما تقوم به الجماعة الإرهابية الآن في سيناء هل تواجه بالفكر؟ يعني ما يجري فيه سيناء يواجه بماذا؟ رايحك جدا إيه رأي حضرتك؟ إحنا قعدنا بالمفهوم اللي حضرتك مقتنع به أكتر من أنا بسأل أنا مش مقتنع بحاجة سعطي ماشي يا فن 42 سنة بنواجه بالأسلوب الأمني البحث كانت النتيجة في النهاية صفر انتهت بمقتر رئيس جمهوري ولما اتبعنا الأسلوب الآخر اللي أحد نحوره الحوار بداية من بعد اغتيال الرئيس السادات بدأ الإرهاب يتراجع وبدأ كثيرين يخرجهم على الفكر الإخواني والفكر التكفيري ويندمجوا فيه المجتمع يعني ما كانش نوع من أنواع الطقية مثلا؟ هبنقول إيه في دكتور ناجح إبراهيم اللي موجوده بيقوم بدور جبار لإخناع بوإزهار نقول إيه على الدكتور عبدالعزيز كامل اللي حكم عليه دون ناس كانوا أصحاب مبادئ ودخلوا يعني مغرر بهم وعندما يعني اكتشفوا ذلك عادوا يا دكتور فؤان لما دخل الإخوان كان إيه كان مغرر بيه أنا أزع مننا أقول لحضرتك إن احنا بالحوار تحللت أكتر من 42 تنظيم أغلبهم كانت تنظيمات تكفرية الحوار دي هدف تاني مهم جدا الجزئية اللي قالها الدكتور طاري تحصين المجتمع وخصوصا الشباب في هذا المجتمع جزئية الوقاية دي مطلوبة الحوار بالحوار الوقاية مطلوبة يعني قبل أن تندمج وقبل أن تتلطق أيديهم بالدماء مطلوب الحوار معهم ولكن من تلطقت أيديهم بخيرة شباب مصر سعاد اللواء موقفك منهم إيه يعني القانون برضو زي ما قال الدكتور طاري القانون قانون اللي بيرتكب عمل خارج على القانون حيحاسب بالقانون إنما هذا لا يمنع إن أنا أتعامل مع كل هذه الفئات في محاولة على الأقل لما يظهر في بالتلفزيون إنه مش قادر يرد على علمائنا وإن الأفكار اللي بيطرحها غير منطقية وليست من صحيح الدين الإسلامي ولا تستند إلى سنة فقهي سليم أنا بحصن الشباب برد بحصن اللي بيشوفوا هذا الكلام يعني الحوار ضرورة مع الكل والقانون يطبق بحزب ضد من يخرج على القانون وكل اللي بأيديهم بتتلوث بالدماء حيحاسب بالقانون نعم ساعة اللواء دعنا نتوقف عند أهمية الحوار مع هذا التقرير الذي أعده فريق البرنامج عن أهم محطات الإخوان جماعة الإخوان تاريخ طويل من الدماء والضمار ربما بدأ في يناير من عام 1948 عندما أعلن الأمن المصري أنه اكتشف بمحد الصدفة مجموعة من الشباب تتدرب سرا على السلاح بقيادة سيد فايز والذي زعم حينها أنه يجمع السلاح من أجل فلسطين وليبدأ مسلسل الاختيالات بدءا من أحمد بيك الخازندار ليلحق به رئيس الوزراء محمود فهم النقراجي ويشيع المصريون رئيس وزرائهم هاتفين صراحة الموت لحسن البنة ليأتي إبراهيم عبدالهادي ليدير مكينة العنف الرسمي إلى أقصى مداها وعندما يحاول أحدهم تفجير محكمة الاستئناف يخرج حسن البنة مطالبا بإسقاط الجنسية عن ذلك الإخواني واصفا إياه بأفضع الصفات أقل لها الإرهاب محاولا النجاة بنفسه وبجماعاته على جسد من أقصم له بالولاء والطاعة والتمر الأعوام والجماعة على غيها وهدفهم واضح تقويد الدول وتخريبها ولكن بغلاف جذاب بين قوسين إعادة الخلافة الإسلامية نقفز على السنوات لنصل إلى فترة ما عرف بالربيع العربي والذي كان نقم على كل المنطقة العربية ليصور خيال الإخوان المريض أن حلمهم تحقق ليقفزوا على عرش مصر ويتصدروا المشهد في العديد من الدول إلا أن المصريين وقفوا لهم بالمرصاد ولفظوهم لتشهد مصر إرهابا هدد به أعضاء الجماعة هذا الذي يحدث في سيناء ردا على هذا الانقلاب العسكري يتوقف في السنية التي يعلن فيها فتاح السيشي أنه تراجع عن هذا الانقلاب وأنه صحح الوضع ورده إلى أهله وأن الرئيس يعود إلى سلطاته وما زال الإرهاب في مصر نموزجا لما تقوم به تلك الجماعة في غزة وعدت دول أخرى وإن كانت تتسطر بأشكال أخرى أمثلة قليلة من تاريخ أسود للإخوان لو أفردنا لها لحتجنا ساعات وساعات هم لعنة لكل مكان تواجدوا فيه ووجدوا فيه حاضنة عدنا من جديد وأجدد التحية بضيفية الكرام سعادة اللواء فؤاد علام مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن الوطني وأيضا الدكتور طارق أبو السعد الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية دكتور طارق واضح أن التجربة العملية مع سعادة اللواء تؤكد أن الحوار لابد أن يستمر تعليق حضرتك على فكرة الحوار مع تلك الجماعات وخاصة الجماعات التي اتخذت منح إجرامي أبو حضرتك الحوار ده سلوك بشري لابد أن يكون يعني قدام عينينا له أصول ولقواعد إحنا مش هنخرج عنه إنما وفيه شروط يا دكتور طارق طبعا لكن خلينا نتكلم بسكل صريح هل الحوار ولا مصلحة ولا مسامحة تمام يبقى اللي بيرفض الحوار رفضه مخافة أن يكون هذا بوابة للمصلحة والمصلحة لها أشكال هي المصلحة مع أفراد ولا مصلحة مع تنظيم لا الدولة لن تتصالح ويجب أن لا تتصالح مع تنظيم وما يحكم هؤلاء اللي في التنظيم القانون والقانون وأشدد على القانون بإجراءاته التي هي معروفة ومحددة وأجب أن لا يكون هناك خروج عنه هذا أمر لا خلافة عليه لكن ما تقصدينه حضرتك أو آخرين بالحوار أن لدي فصيل في المجتمع هذا الفصيل خارج على القانون خلاص هل مجرد الاكتفاء بتطبيق القانون عليه أنا كده تخلصت منه داخل المجتمع مش هيحصل هناك إجراءات تمت وهناك قواعد حدثت وهناك محاكمات وخرج أفراد حضرتك الإخوان تحت المحاكمة من 2013 اللي خده ثلاث سنين خرجه واللي خده أربع سنين خرجه واللي هياخد خمس سنين واللي خد خمس سنين خرجه تفتكر ده خرج ساكت لا ده حيعمل إعادة تدوير للجماعة مرة أخرى داخل سرديب المجتمع السرية اللي احنا ما نعرفش حانا حاجة الإخوان جماعة سرية بامتياز وتعتمد السرية من أيام حسن البنة يعني حسن البنة في مذكراته بيتكلم على أن هناك من كان يناقشه على أن هناك دايماً سر عندك ده هو الأقل على نفسه عندك أسرار عندك حاجة مريبة عندك حاجة غامضة فيقتنعوا بالسرية إلى أكثر درجة فبالتالي حيعيدوا تحت تراب الأرض وتحت سرديبها مجموعة من الأفكار اللي احنا ممكن بباشر وغدين بالنا منها اللي احنا ممكن نكون متخيلين من المجتمع شايف ده والمجتمع ما شو أخذ باله ممكن يكلموا عن مظلومية ممكن يكلموا عن تعزيم ممكن يكلموا عن إجراءات غر قانونية ممكن يكلموا وممكن يكلموا وهناك من سيستمع إليه يبقى الوقاية اللي احنا بنتكلم عنها عشان كيف يكون نسمع المتعاطفين مع الإخوات مش متعاطفين مع الإخوات أنا مش عايز أسمع المتعاطفين مع الإخوات أنا عايز أسمع المجتمع نفسه وقول للمجتمع احذر خد بالك خد الوقاية احنا بندي الطفل الصغير اللي أول مولود بعد عشر تيام قبل ما يصاب بالمرض بديله مجموعة سلاسية وبيديله تطعيب علشان لما ييجي المرض يكون هو جاهز واخد مناع أنا عايز أدي مناعة للمجتمع الأول فممكن تكون هناك أجهزة تستمع إليهم علشان تعرف طبيعة الفيروس الجديد اللي حيدخلوا به للمجتمع القناع اللي هيرتديه لإخوان في محطاتهم لم تكن كل مرة هي جماعة دينية لإخوان من 28 ل38 جماعة صوفية أو أقرب إلى الصوفية بتحدثوا عن مساجد من 38 ل48 هي جماعة مسلحة جماعة سرية لها تنظيم مسلح من 48 ل56 وهي جماعة أشبه إلى التنظيمات اليسرية يعني الروح الدينية مش موجودة يعني موجودة في شكل عالم لكن أفرادهم ما عندوش مشكلة بيتعاملوا بالسلاح بشكل واغتيالات وقضايا مختلفة بيمكسوا وبيبدأوا في فترة السبعينات بواكه سلفي جدا ما كانش موجود قبل كده بواكه سلفي لحد منتصف التمانينات منتصف التمانينات بيتكلموا بشكل طلابي مدني ما همش ملتحين زي كانوا موجودين في السبعينات ولكن بيكلموا أبناء مؤسسات ونقابات وهيدخلوا النقابات بعد كده كلموا عن أحزاب في فترة التسعينات ولحد الألفين كان هم أعضاء حزبين بيكلموا عن سياسة آه فيها مال محديني لكن ده قناع ربما القناع اللي جاي قناع ثقافي يتكلموا هم موجودين في مؤسسات الثقافة فبالتالي أنت مش عارفهم هيتكلموا إزاي لازم نعرف ما يتكلموا إزاي لكن حوار مع تنظيم ودولة أعتقد أنا ضده حوار مع أفراد بصفتهم بصفة برشد أو بصفة عدو مكتب إرشاد علشان يتكلم معنا أنا أعتقد ده مش هينفع لكن أفراد تحت رقابة معينة أو تحت رعاية خاصة جدا بيقولوا أفكارهم ويستمع إليهم من هو قادر على الرد عليهم دي نقطة مهمة الشرط أن يكون هناك من هو مجهز ومدرب ولديه من الثقل الثقافي الديني والسياسي والمجتمعي والفقهي أن يرد على كل هذه الادعاة نعم سعاد لواء ربما الحديث لابد أن يجرنا للحديث عن حركة حماس التي تفاجأ بها المصريون أنها تابع أحد أجنحة الإخوان المسلمين في قطاع غزة هل كانت لديكم بعض المعلومات التي تؤكد ذلك أم صدم الأمن المصري أيضا في حركة حماس؟ من اللحظة الأولى وجهاز الأمن يعرف أن إسرائيل صنعت جماعة حماس وكجزء من جماعة الإخوان المسلمين بكل قناعتها لتكون سببا في انخسام الفلسطينيين وليمكنها أن تقف في مواجهة فاتح والله أرحمه ياسر عرفات فمن اللحظة الأول ويمكن إحنا اكتشفنا هذا قبل أي فلسطيني ما يعرف الكلام ده لأنه في تنظيم 65 اتضبط اتنين فلسطينيين عبد الرحمن جبريل بارود وعبد منعم السيد الاتنين قالوا بوضوح شديد أنهم بيكونهم مع الشيخ أحمد ياسين تنظيم في فلسطين من الفلسطينيين ليكونوا في مواجهة إسرائيل ده الكلام اللي كانوا بيقولوه في حقيقة الأمن أنهم كانوا بيستهدفوا بالدرجة الأولى أن يبقى لهم كيان ويقوموا بدور سياسي وكانوا بيفكروا أنهم حيقدروا يستولوا على كل تقاليد المؤسسات اللي موجودة في فلسطين ولم ينجح الشيخ أحمد ياسين قال لي أنا شخصية أنه احنا عارفين أن الإسرائيل هي اللي عملت وإحنا اكتشفنا مجموعات من من ما زالوا على اتصال بإسرائيل وأنه أعدم 21 واحد من هؤلاء لما كان بيتكلم عن الإخوان بيقول آه احنا متأسرين بفكر الإخوان إنما مش حنبقى ممتازمين في الإخوان ولا حنقف ضد الدولة المصرية بحاجة وده كان كلام إنما في حقيقة الأمن هم من اللحظة الأولى من الإخوان المسلمين يعني واضح أن الموضوع من فترة الشيخ أحمد ياسين ولكن ربما تطور الوضع ليكن أكثر دموية وإجرامية من بعد الشيخ أحمد ياسين وعبد العزير رانتيسي جيل انتقل الانقسام لما استولوا على الحكم في قطاع غزة ما كانش فيه الانقسام ده وبالتالي هم دايما الإخوان المسلمين جماعة سرية كل شيء فيها سر صندوق مقفول ما يعرفوش غير صاحب الرأي في فتح هذا الصندوق يعني كثيري هقولك مثلا عمر التلميساني الذي بعد ذلك بقى مرشد لجماعة الإخوان المسلمين لم يكن يعرف شيء عن التنظيم السري وكثيرين من قيادات الإخوان ما كانوش يعرفوا أحكيي لك حكاية محمد فريد عبدالخالق أحكي غار قيادات الإخوان المسلمين واللي كان ملازم للبنة ومؤيد له بكل شيء لم يكن يعرف شيء عن التنظيم السري لما عرف أن سيد قط بيعمل تنظيم سري رحله رحله البيئة قال له يا شيخ سيد احنا مش عاوزين نتعرض لعمليات اعتقال تاني وا 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 فسيد قط خدوا على راحته قال له خلاص يا سيد فريد بعدها بعدة شهور تم القبضة على قضاء تنظيم 65 وفريد عبدالخالق قابل سيد قط بفي السجن الحربي سيد قط بطقط برأسه ده فريد عبدالخالق مش بس قال هالي ده قالها في التلفزيون في معماد قديم في قناة كان فيها زمان دي أوربت قالها بمنتهلوبه قال احنا عرفنا ان سيد قط بيه وقال حاجة مهمة جدا انه راح لحسن الهضيبي قال له ده سيد قط بيعمل تنظيم وبيقول افكار كيت وكيت 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 قال له لا سيبك منه ده ملوش قاعدة مش هيقدر يعمل حاجة حسن الهضيبي ما كان لوش يعني ما كانش بيقدر ياخد قراره في توقيت مناسب ده كان لده نعم هو الكذب دايدانهم دكتور طارق وأنت يعني أدرى بهم يعني حتى في قطاع غزة ربما غرر أيضا بالفلسطينيين في 2006 وأخذت حماس الحكم هناك مثلما غرر بالمصريين هنا واستطاع الإخوان الوصول إلى الحكم ولكن ربما الوضع مختلف بين يعني سيناريو غزة وسيناريو مصر أليس كذلك؟ هو قبل ما نبدأ أنا أحب بس أوجه أنظر المستمعين قبل حماس وتظهر في 87 كحماس أعلنت من لا قبل 87 موجودة قبل كموجودين كإخوان لكن هم أعلنوا في المساق متاعهم لما جمعوا أعلنوا في بعد مع الانتفاضة الانتفاضة الفلسطينية الأولى ظهر التنظيم وأعلنوا بالمساق الأول لهم والبيان الأول بتكوين الحركة الإسلامية حماس قبل كده هم كانوا بيعملوا كإخوان ولكن كانوا موجودين لكن أنا أتكلم على اللحظة كان للشعب الفلسطيني له منظمة بتتحدث باسمه ممكن تتواجد تتكلم مع الدول تتحاور وكان نديهم قضية قضية كبيرة مع وجود حماس تقزمت القضية وأصبح القضية هي غزة والانتفاضة هي حماس وليست فلسطين والانتماء للتنظيم وليس الانتماء للقضية والعالم عالم حماس والرفاق أعداء وأن القضية أسلامت القضية الفلسطينية بل حتى داخل الطيار الإسلامي نفسه بعد فترة شوية هم أبناء اللي كانوا موجودين في مسجد ابن تايمية ضربوهم بالأربجات وبرطس وأتلوهم هم موجودين داخل فصيل إسلامي آخر مغير ليهم الشاهد اللي أنا عايز أوصله أن حماس لم تكن لصالح القضية الفلسطينية بل قذبتها وجعلت السلطة يعني تعاني من الانشقاقات الداخلية وشوهت الصورة وشتتت الأنظار وضيعت البصلة من أيد الفلسطينيين لا أتهم أحد لا أتهم أحد ولكن خلينا في النهايات خلينا النهايات هل وجود حماس أدى إلى إضافة للقضية الفلسطينية ولا إلى تقزيم أنا أراها تم التقزيم هل أدى وجود حماس إلى مزيد من اللحمة الفلسطينية يعني منظمة التحرير جمعت المنظمات الفتحة وأخرى جمعتهم في وحدة حماس فرأتهم فبالتالي ورفضت أن تنضم إلى منظمة التحرير وأبقت إلى نفسها مستقلة وهكذا دائما الإخوان دائما تزعم هم وفصائلهم وجماعتهم وجمعياتهم المنتشرة أن نحن نتشارك معا مشاركة لا مغالبة ثم إذا ما شارك غالب هذا أمر منتهي ويحدث دائما ومتكرر وثابت أرجو نحن نعيد مرة أخرى مش القراءة ولكن تحليل العوامل التي أدت إلى ظهور جماعة زي جماعة الإخوان المسلمين جماعة زي حماس الدول العربية ليه موجود فيها الجماعات دي ليه منتشرة ونحاول أن نحن البيئة الحاضنة لماذا يظهر في بلد ولا يظهر في أخرى لا نوفر المناخ الذي يحتضن مثل هذه الأفكار ومثل هذه التنظيمات وهذه الجماعات نعم طب ساعدت اللواء الأمن المصري يقوم بجهود جبارة في مسألة التقارب بين حركتين فتح وحماس من أجل وحدة الصف الفلسطيني وأنت مع الحوار كيف ترى هذه السنوات الطويلة التي يحاول فيها الأمن المصري ومصر بجهود برعاية حتى مؤخرا كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يرعى تلك المفاوضات ومقالها أيضا عبسي للأسف للأسف أنه حماس ما بتتحركش من انطلق وطني فلسطيني إنما أنا بعتقد أن مازال لإسرائيل القدرة على أنها تغزوها وأنها تبقى مؤثرة في قرارات كثيرين من أعضاء حماس بإضافة إلى الإخوان المسلمين بقيادتها الخارجية سواء في التنظيم الدولي أو في غيره بالتأكيد حماس ليست جادة حتى هذه اللحظة في تحقيق النجاح اللي مصر بترجوه في توحيد كلمة هم مستفدين إيه من كده أنا شخصيا محتار هل مجرد الحصول على المال من بعض الدول اللي ابتدى عن حركة الإخوان المسلمين وعلى رأسها تركيا وقطر ولا هم على وعد من جهات أخرى أنهم يبقى لهم السلطة القصوى بالاستيلاء على كل الأراضي الفلسطينية اللي موجودة هم ممكن يكتفوا بغزة ويعملوا فيها اللي هم عايزين وبعد كده واضيع القضية الفلسطينية هم حلم الإمارة أو الخلافة مسيطر عليهم سعادة اللواء بالتأكيد بالتأكيد زي ما حضرت إمامه ده الفكر الإخوان الأساسي إنما بالنسبة للقضية الفلسطينية كرؤية سياسية إيه اللي هم عاوزينه الاكتفاء بغزة أنا ما أعتقدش كبداية بس ما أعتقدش إنهم عندهم الحنكة السياسية إنهم حتى يخططهم إن يقولوا دي بداية ومنقلقة هم دائما أبدا مستشعرين إنهم عندهم القدرة إنهم يحققوا كل أهدافهم بكل الوسائل المشروع والغير مشروع وأنا من أول يوم متشكت في نوايا حماس في المصلحة اللي بترآها مصر في محاولة إنها توحدهم مرة تانية ما أعتقدش إنهم حاولت أنا كل مرة يعني مع ارتفاع صقف الأمال أقول أفلح إن صدق وأنا أعلم أنهم غير صادقين يعني فدكتور طارق أنا حسن هلك عليك مدخلة تفضل دائما وأبدا يحلم فصيل الإخوان الوصول على الحكم ويؤجل كل التطبيقات الإسلامية التي يظن أنها فيها الخير للناس إلى أن يصل إلى الحكم حماس نموزج وصل للحكم ماذا صنعت بعد أكثر من عشر سنوات حكم هل سطاعت أن تحقق العدل بين غزة خلاص أنت ترط ورموهم من أسطوح وقفوا بالأربجية في المسجد وسحلوهم وسحلوهم لا خلي الصراع اللي بين حماس وفتح يعني لهم ما كذبوا وادعوا أنه حدث وده مش هنتكلم فيه فيما بعد عندما عندما تمكن من الحكم يعني حتى لو حدث معليش يا دكتور طارق حتى لو حدث يكون الموت بتلك الطريقة البشعة بالسحل ويعني أحد الأبطال يرمى بمتين وخمسين طلقة ويجرب بالجب يعني حتى طريقة الموت والقاتل طريقة يعني لا مسلم ولا حتى يهودي والله يرضى باللي بيحصل أو اللي حصل في حركة فتح وقت الإمام يحيي حميد الدين كان رجل تجاوز نسعين سنة وكان يحكم اليمن بطريقة ما وأحفاده كانوا يعشقوا حسن البنة حسن البنة كان بالنسبة لهم ملهما فصنع عليه انقلابا اتنين وخمسين طلقة للرجل تجاوز تسعين سنة يعني 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 أمر بشع وعندما تمكن الفكرة في حد ذاتها متعصبة الفكرة التي يؤمن بها أي فرض إخواني تحوله من إنسان طبيعي إلى أكثر من زئب إلى أكثر من وحش لأنه يرى أنه يقتل باسم الإله وأنه من حقه أن يختار عدوه وأن هذا العدو هو يناصر الشيطان فانتقاما من الشيطان ومن إبليس ومن الكفر ومن الكفار ومن أعداء الإسلام على مدار القرون الماضية سأنتقم فكرة صار الإله هو الذي يحكم بين البشر فتحدث باسم الإله وهو ظل الإله وهو عدل الإله وهو الدعوة الإسلامية في القرن الرابع عشر هكذا تحدث البنة فالفكرة تجعلهم متوحشين عندما يريدوا أن يطبقوا وعندما يريدوا أن يستولوا على الحكم فإذا ما يستولوا على الحكم صاروا كما كان أي حاكم مش عايز أقول يعني زي أكثر الحكام استبدادا ولكن هقول زي أي حاكم عادي أين أين النموذج هذا هو النموذج عشر سنوات ماذا قدموا اقتصاد في التربية في الإعلام في الحياة المجتمعية في الفقراء لم يقدموا نموذجا ولدينا تجارب أخرى قريبة شبه منها ربما في السودان ربما في أماكن أخرى لكنها في النهاية تجارب لا تقوم على حقيقة لأنها على فكرة الوصول إلى الحكم مش مشكلة ما كل الأحزاب بتنفس على الحكم وهو ده الطريق لكنه يعمل بتكوين رجال دولة مش رجال دعوة رجال الدولة فاهم يعني مجتمع فاهم يعني أفراد رفضينك لكن أنت هتقدم خدمات للي رفضينك وليلي وأهل السقة ولا أهل الخبرة هذه مش موجودة في الحياة السياسية فلما تمشي في المصار السياسي تمشي في المصار السياسي هتتعلم سياسة تفهم سياسة يعني إيه تسوس المجتمعات يعني إيه تسوس الأفراد يعني إيه يكون هناك مخالفين لك ويحصلوا على حقوقهم لكن لما تكون في جماعة أنت تصادر حقوق الآخرين وهو ده اللي الإخوان بيعملوه فلذلك لأنه بيحقق له اللي هو ما يقدرش يعمله الجماعات الأحزاب السياسية على ما فيها من عوار وعلى فيها من ضعف لكنها لا تحقق الاقتتال الداخلي الذي يحقق الاقتتال الداخلي ويفتح الباب علينا للتعصب واللنحياز الشديد الديني الذي يسمح لي لذلك قال نتنياهو أكثر من مرة من مصلحتنا وجود حماس يعني وهو يستطيع أن يعني بجرة قلم ينهي حماس من قطاع غيرها ليس حبا في دين ولا حبا لأنه لا يقيم دين ولا يقيم دولة هو يعلم أنها تنفذ مصالحه وهو يعني هادئ البال سعاد الواء إذن يعني على مصر يعني ماذا تفعل حتى تستطيع تلجيم حماس وأنت كنت شاهد على ما قامت بها حماس من تخريب داخل مصر واقتحام السجون واختطاف ومقتل العديد من أبناء مصر هو حماس في السنين الأخيرة حصل فيها تراجع شديد جدا قارب أن يكون على وشك الاندساء يمكن ده كان سبب مهم قوي في رؤية مصر أنها في الظروف اللي هم فيها اللي هم حسين أنه هم ممكن يقضى عليهم أنهم يمكن مصر فكرت أن الظروف دي هتسمح أنها تقدر تجبرهم واشتقنعهم تجبرهم بطريقة أو أخرى أنه يتم التسارع إنما للأسف الشديد حتى هذه اللحظة واضح أنه الفكرة لم يكن مستحيل تحقيقها خصوصا أنه معرفش مدى صحة هذه الأقويل أنهم تمكنوا من الحصول على تمويل خارجي اللي كان توقف بعض الشيء خصوصا من قطر وتركيا ويمكن ده كان سبب مهم جدا في أنهم ما يكملوش المشوار بتاع التراجع وبعض أعضاء جماعة حماس في خلال الشهور اللي فات الدين سفروا قطر ويبدو أنهم قدروا يجيبوا تمويل وأنهم يقتنعوا بأنهم يفشلوا عملية المسالحة مع فتح بشكله ولي يذهب شعب غزة إلى الجحيم مش مهم يأكل مش مهم يشرب بس حماس دا